على أي حال نروح دلوقتي مشاهدينا لموجز الثامنة صباحاً ولم يتفضل يا لمي شكراً لك أحمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجاً على بطاقات التموين كما وجه الرئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر الجاري وتتضمن الحزمة الاستثنائية إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تجتمل على أسرتين أو ثلاثة بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه أدى المستشار عدلي عبدالفتاح زايد اليمين الدستورية رئيساً لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي منح المستشار عزة أبو زيد عبدالرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدمته الجليلة للدولة أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود الفينتي والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة استفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها وأوضحت هيئة قناة السويس أنه فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق أسامة ربيع ومراقب الملاحة وتم التنصيق مع مكتب تحركات توفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة نجحت قوات الأمن العراقية في السيطرة على الأوضاع بمحافظة البصرة عقب اندلاع اشتباكات مسلحة وأكد محافظة البصرة أسعد العيداني أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة وأمن مشيرا إلى أن القوات الأمنية منتشرة في كافة أنحاء المحافظة أعربت رئيسة تايوان تساي إنجوين عن تطلع بلادها إلى المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج الرقائق الإلكترونية وخلال استقبالها حاكم ولاية أريزونا دوت جيوفسي شددت رئيسة تايوان على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة حيث تشيد شركة تايوان لصناعة أشباه المواصلات صنع مصنعا في أريزونا تصل قيمته إلى 12 مليار دولار أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن موجة الحر في البلاد تسببت بارتفاع نسبة الوفيات بواقع 29% في شهر يوليو الماضي وخاصة كبار السنة وأشار المعهد الوطنية لدراسة الأجواء والمناخ في إيطاليا إلى أنه خلال الأشهر السبع الأولى من العام الحالي تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة قد تكون الأعلى منذ 200 عام هذا وتشهد أوروبا ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة فمنذ بداية أغسطس 2021 تم تسجيل درجة الحرارة عند المستوى 48.8 درجة في بلدة فلوريدا بجزيرة سقلية وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة التي تم تسجيلها في أثينا في يوليو عام 1977 أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 2057 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 368 حالة ظهرت عليها الأعراض و1689 بدون أعراض ولم تسجل الصين أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لتظل الحصيلة حتى الآن 5226 حالة انتهى موجة أسنان ميناء وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل